اشتركوا في القناة على يونت 1 اشعر بانني بخير وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا حل التدريبات او ان احنا نحل جنرال اكسرسايزز اون يونت 1 ده بيخلي ان احنا نبقى متعودين على حل الاسئلة لان احنا استنادي زي ما احنا عارفين عندنا ان شاء الله فيه اجزام وفيه تقييم لنا والدرجات بتاعتنا فلازم نتعلم ان احنا نحل الاكسرسايزز المختلفة على المنهج اللي احنا بناخده علشان كده هنحل الجنرال اكسرسايزز اللي موجودة على يونت 1 في كتاب المعاصر بتاع كونكت هنحلها كلها مع بعض دلوقتي اول سؤال بيقول لنا listen and write true true يعني صح or false false يعني غلط true صح false غلط فاول حاجة بيقول لنا the land in the miata is reach in energy the land are in the miata في بتاعة محافظة دميات is reach in energy غنية بالطاقة ده صح ولا غلط طبعا احنا عرفنا ان هي غنية او reach in nutrients غنية بالعناصر الغذائية يبقى دي false false يعني خطأ the animals in the miata are goats cows and sheep الانيمالز او الحيوانات in the miata في محافظة دميات are goats cows and sheep ده صح ولا غلط ده true ولا false شطرين طبعا ده true او صح لان هي فعلا دي الانيمالز الموجودة هناك the farmers grow watermelons bananas and grabs المزرعين بيزرعوا watermelons البطيخ bananas والموز and grabs والعنب ده true ولا false يا صحابي طبعا false لان هو قالنا ان هما بيزرعوا فيها tomatoes والبوتاتو والليمون وال grabs مش الwatermelons والبانانة وال grabs فدي false زي ما احنا شايفين قدامنا في النمبر توبيو لنا read and complete read اقرأ and complete واكمل the text with word from the box اكمل القطع بكلمة من الكلمات الموجودة في البوكس دي اللي هي watch football practice play watch يعني يشاهد football كرة القدم practice يتضرب يتمرن play play يعني يلعب فهنا بيقول لنا في التكست دي او في القطع دي i am in a wheelchair basketball team at school wheelchair يعني كرس بعجل كرسي بعجل اللي هي بتاع اخوانا اللي ما بيقدروش يمشوا على رجليهم اللي هو بتاع زوي الاحتياجات الخاصة فهنا بيقول لنا انه هو i am in a wheelchair basketball team at school انا في فريق الباسكت بول اللي بيلعبوه هم قاعدين على wheelchair او على كرسي بعجل في المدرسة we نقط three times every week احنا نقط three times every week يبقى المفروض احنا ايه watch ولا football ولا practice ولا play شطرين طبعا practice احنا بنتضرب ثلاث مرات في الأسبوع يبقى we practice three times every week i drank cola انا باشرب الكولة but i want to drink more water لكن انا عايز اشرب مية اكتر i drank cola but i want to drink more water i don't not video games because i am very busy i don't المفروض بقى watch ولا football ولا play video games because i am very busy شطرين i don't play i don't play video games because i am very busy انا ما بلعبش ألعاب الفيديو لان انا مشغول جدا i play basketball and i play noot in the park انا بلعب البسكتبول وبلعب ايه تاني في البارك في المتنزح شطرين i play football in the park يبقى هو بيلعب البسكتبول وكمان football in the park في المتنزح طبعا لما نيجي نحل سؤال بالشكل ده لو احنا مش عارفين نجيب الحل من اول مرة فبنقرأ التكست كلها او القطع كلها وبعدين نرجع نقراها تاني علشان نشوف السياق بتاع القطع ماشي ازاي ونشوف الكلمات المناسبة لكل نقط من النقط الموجودة عندنا فمش لازم تحل النقط دي من اول مرة انت ممكن تقرأ التكست كلها في الاول وبعدين تشوف الكلمات لكل كلمة مناسبة للمكان بتاعها فين بالزبط علشان تقدر توصل للحل الصحيح بشكل كامل في نمبر ثري بيقول لنا read and match read يعني اقرأ and match ووصل a with b العمود a بالعمود b فبيقول لنا هنا في a the large intestine اللي هي الأمعاء الغليظة ورقم اثنين we chew food احنا بنمضغ الطعام we stay away stay away يعني خليك بعيد او يظل بعيدا في العمود b بيقول لنا في نمبر a with our teeth from smoke from smoke is around the small intestine from vegetables اول حاجة بيقول لنا the large intestine الأمعاء الغليظة هنقول with our teeth ولا from smoke ولا is around the small intestine ولا from vegetables شطرين large intestine او الأمعاء الغليظة is around the small intestine او هي حول الأمعاء الضقيقة زي ما اخدنا في الدرس بتاع lesson 2 زي ما اخدنا في unit 1 طب تاني حاجة بيقول لنا we chew food احنا بنمضغ الطعام with our teeth ولا from smoke ولا from vegetables شطرين طبعا with our teeth او احنا بنمضغ الطعام بأسنننا يبقى we chew food with our teeth طب تالت حاجة بيقول لنا stay away خليك بعيد عن from smoke عن الدخان ولا from vegetables عن الخضروات شطرين طبعا from smoke stay away from smoke خليك بعيد عن الدخان علشان تبقى صحتك كويسة طب في نمبر 4 بيقول لنا read the passage اقرأ القطعة and answer the questions واجب على اسئلة يبقى read the passage اقرأ القطعة and answer the questions واجب على اسئلة we use our digestive system احنا بنستخدم جهازنا الهضمي to digest what we eat لعشان نهضم الحاجات اللي احنا اكلناها we put food in our mouths احنا بنحط الطعام في افواهنا we chew food with our teeth احنا بننضغ الطعام باسنننا then the food goes down the esophagus هذين الطعام بيتحرك وينزل ناحية المريء it arrives in the stomach بعدين الطعام بيوصل المعدة in the stomach the food mixes with the gastric juice gastric juice العصارة المعدية the gastric juice العصارة المعدية changes the food بتغير الطعام into a smaller form لاجزاء اصغر to get energy علشان نحصل على الطاقة and nutrients والعناصر الغذائية we need the energy and nutrients in our body احنا بنحتاج الانرجي او الطاقة and nutrients والعناصر الغذائية in our body في جسمنا فبيقولنا بقى choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة the food goes down the heart ولا diaphragm ولا lungs ولا esophagus المفروض ان الفود بيتحرك من المouth down لانه جزء من الاجزاء دي اصحابي شطرين الاسافيجس او المريء قبل ما يوصل الاسطمك او المعدة يبقى the food goes down the esophagus the esophagus للمريء تاني حاجة we need the energy and not in our body we need the energy and nutrients ولا fats ولا oils ولا carbohydrates مفروض ان احنا بنحتاج الانيرجي وإيه in our body شطرين نيوتريانس احنا بنحتاج الانيرجي والنيوتريانس in our body تالت حاجة we chew food with our احنا بننضغ الطعام with our ايه ears ودننا ولا تيف أسنننا ولا هانس ادينا ولا نوز انفنا شطرين طبعا we chew food with our teeth احنا بننضغ الطعام بأسنننا تاني حاجة بيقولنا answer the following question اجيب على الاسئلة التالية where does the food arrive الطعام بيوصل لفين where does the food arrive طبعا هو ايه لنا في text for it arrives it arrives it arrives it arrives in the stomach او بيوصل للمعدة تاني حاجة بيقولنا what changes the food into a smaller form اللي بيفكك الطعام وبيغيره لأجزاء أصغر او ايه لنا برضو في التكست فوق the gastric juice العصارة المعدية changes the food into a smaller form بيغير الطعام لأجزاء أصغر يبقى the gastric juice the gastric juice او العصارة المعدية طب يقول لنا في number five read اقرأ order رتب and write واكتب اول حاجة water بعدين drink بعدين of بعدين plenty plenty الكثير من يبقى المفروض هنا هنرتبها نكتب ايه هنا شطرين drink plenty of water drink اشرب plenty of water الكثير من الماء drink plenty of water اشرب الكثير من الماء طب number two read يعني اعاد عمل homework الواجب المنزلي she هي هير ملكها المفروض هنقول ايه هنا طبعا مدينا الكلمة ال pink دي اللي تحتها underline دي دي بتبقى في اول الجملة اللي احنا هنكتبها يبقى المفروض ايه she read her homework هي اعادة عمل واجبها المنزلي she read her homework هي اعادة عمل الواجب بتاعها طب هنا في number three بيقول لنا do what what farmers in produce ينتج دمياتا دمياتا محافظة دمياتا طبعا واضح انه احنا هنكتب what في اول السؤال هنقول ايه هنا يا اصحابي شطرين we use our respiratory system when we when we طب في number two بيقول لنا i want to eat pizza انا عايز اكل pizza or او but لكن so لذلك because لان it isn't healthy it isn't healthy هي غير صحية يبقى i want to eat pizza بعدين هنقول ايبقى في النص شطرين هنقول but i want to eat pizza but it isn't healthy لكنها غير صحية i want to eat pizza but it isn't healthy لكنها غير صحية دميات is famous محافظة دميات is famous هي مشهورة ب for ولا from ولا with ولا to دميات cheese دميات cheese جبنا دميات احنا قلنا مشهور ب اسمع famous ايه شطرين famous for يبقى دميات is famous for هي مشهورة ب دميات cheese جبنا الدميات وفي number four بيقولنا Egyptian farmers المزارعين المصريين نؤة chickens give ولا play ولا raise ولا build مفروض هم بيعملوا ايه شطرين طبعا Egyptian farmers raise بيربوا chickens الدجاج في عندنا كمان سؤال اسمه the following sentence ضع علامات الترقيم للجملة الاتية punctuate يعني يحط علامات الترقيم احنا عندنا طبعا في حلقة كاملة مفصلة على القناة بتاعة punctuation marks او علامات الترقيم لازم تتفرجوا عليها وتشوفوها مهمة جدا جدا بالنسبة لكم هتعرفوا تحطوا علامة الترقيم عاملة ازاي في كل جملة فهنا بيقول لنا Susan is British Susan is British Susan بريطانيا نحط ايه في اخر الجملة شطرين نحط full stop او نقطة لان هي جملة خبرية عادية فنحط فيها full stop فنحط اخرها full stop واخر حاجة بيقول لنا write a paragraph of three sentences اكتب paragraph او قطع من تلت جمل about 18 words عبارة عن 18 كلمة using the following guiding elements مستخدما الguiding elements او العناصر الارشادية الموجودة هنا الguiding words هي a plays basketball plenty of water fruit and vegetables plays basketball يعني بنلعب basketball plenty of water الكثير من الماء fruits and vegetables الخضروات الفاكهة والخضروات وهنا being healthy being healthy بتكون بصحة جيدة ومدينا صورة فيها ثلاثة من البنات بيلعبوا الباسكت بول فالمفروض هنكتب paragraph برعا 18 كلمة أو 18 words ومتكون من تلك جمل فمفروض ممكن نقول مثلا a i play basketball أنا بلعب الباسكت بول and i drink a plenty of water وأنا بشرب الكثير من الماء and i eat fruits and vegetables وأنا بأكل الخضروات والفاكهة دي مثلا ده paragraph بيتكون من three sentences أو من حوالي 18 words ممكن تكتبوا برضو الparagraph الخاص بيكم أنا سيبلكوا الحتة دي كأنها homework تقدروا تكتبوها بسهولة وبكده نكون أنهينا حل الأسئلة الموجودة في كتاب المعاصر على unit 1 المرة جاية شاء الله نكمل شرح unit 2 وفي الآخر هنحل الأسئلة الخاصة بيها كمان وفي الختام أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة لو أعجبك الدرس أعمل لايك أتمنى رعي ألف واحد استفادوا أو ألف لايك تحت الفيديو الأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد ما الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته